اللهم جعل لي نورا على كلام الله تعالى هو عبادة لذلك الشخص وجعله ندا لله المشرع بل واتخاذ لذلك الشخص ربا من دون الله تعالى فكلام الله ووحيه يعلو ولا يعلى عليه ولا تصح مقارنة كلام وآراء الناقصين من كل وجه بكلام قول الله الحكيم الخبير ومن قيد عقله وفؤاده بما يبتدعه الكثيرون وقع في الزلل لجهله وعناده فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون مستسلمون لله ذي القوة المتين